جزاكم الله خير وأحسن إليكم تقول هناك واحدة من جداتنا تصوم رجب وشعبان اعتقادا منها أنهما أفضل الشهور فما حكم ذلك؟ شعبان ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان فلا باس بصيام شعبان أو بعضه يعني أكثر شعبان أو بعضه إلا أنه لا يكمل لا يصام كاملا وإنما يصام أكثره وأما رجب فلم يرد فيه شيء إلا إذا صامه المسلم تبعا لغيره من الشهور فإذا صامه تبعا لغيره فلا باس أما أن يفرده فهذا مكروه أنه لم يرد بإفراده شيء من الأدلة